سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأألم أنت أن تحمد وألم أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهبد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجث بالكفار منحق اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عابيت وتولنا في من توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعذ من عاديك تبارك ربنا وتعاليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيك نستغفرك اللهم من جميع الظنوب والخطايا ونتمو إليك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاق أسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيك يا حي يا طيوم يا حي يا طيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحوال إخوارنا المسلمين في كل مكان اللهم كل إخوارنا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورنا وفي اليمن وفي كل مكان اللهم فرج همهم ونفس كربهم اللهم اشف مريضهم وعافي جرحاهم وارحم موتاهم وتطفى الجهداءهم اللهم وجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشي في السوق اللهم اكشي في السوق عن إخوارنا المسلمين في كل مكان اللهم اكشي في السوق عن إخوارنا المسلمين في كل مكان اللهم أطعم جائعهم اللهم اشمي مريضهم اللهم ارحم موتاهم يا رحمن يا رحيم اللهم يسر لهم الدواء والغذاء والفساء يا رحمن يا رحيم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم يا رحمن يا رحيم اللهم وعجل لهم من نصر قريب اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا قبي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا قبي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا فيهم عجائب حذرتك وجميع سففك وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا قبي يا عزيز اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم وردهم إلى أبليهم يا قبي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيت ولا تجعلنا بنا القالطين اللهم أنزل علينا الغيت ولا تجعلنا بنا القالطين اللهم أغثنا غيتا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا رحمن يا رحيم اللهم إنك أكون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك أكون تحب العفو فعفو عنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا اللهم تقبل لنا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك أنت الزواب الرحيم اللهم اغفر لنا ورحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا من النار يا رحمن يا رحيم اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أسألك اللهم أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبر مبرور وتجارة لن تمور يا عزيز يا غفور اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللحياء منهم والأموات اللحياء منهم والأموات إنك سبيعا قريب مجيب الدعوات ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد سبحان ربك رب العزة عما سكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة